القرآن الكريم القرآن الكريم هو المنبع والمنهل الذي استمد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه فأضفى على كماله الخلقي كمالا وعلى جميل أدبه جمالا وذلك بتوجيهه لكل خير وإرشاده لكل معروف فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم عظيمة في بيته وفي تعامله مع المسلمين وغير المسلمين في مجتمعه بل وتميز أيضا صلى الله عليه وسلم بمعاملة أعدائه ومبغضيه بكل رفق وأنات وقد شهد بحصن خلقه أبو سفيان قبل أن يسلم وهو زعيم المشركين فقال عند إسلامه والله إنك لكريم ولقد حاربتك فنعم محاربي كنت ثم سالمتك فنعم المسالم أنت فجزاك الله خيرا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة